يو كونيتيوا معكم امل من قناة اللغة اليابانية جاي بي كدي اليوم على الجملة الاسمية نحب جملة كونان و قاكسا دس النمط إكس و واي دس هذا نمط الجملة الاسمية دس ما لها مقابل أبدا في اللغة العربية بس ممكن نقول لكم ان تخلي الجملة مثبتة يعني مهمة فيه لو مرة مرة ميرات ترسق في راسكم حطوها زي النقطة راس انتهت الجملة هنا طبعا هذي صيغة رسمية لو بخليها بصيغة غير رسمية يعني للأصدقاء والعائلة ما بتكلم بصيغة رسمية هقول مثلا اكس و واي اكس و واي هذي غير رسمية و ممكن بعد اقول عاطل اكس و واي هناخد مثال لو بقول كنا ياباني كيف نقول ياباني نيهون جين نيهون جين من و أن جات نيهون اليابان جين شخص تجمع بعض نيهون جين ياباني أو يابانية كنا وا كنا ياباني هذي بسيغة رسمية لو بخليها اقل رسمية كنا وا نيهون جين كنا وا نيهونجين أو كونان نيهونجين كونان نيهونجين إكس و واي ديس واي شبنا بالأمثلة السابقة نجد اسم لكن واي مو بس اسم ممكن تجي صفة كذلك نخل مثال كونان و تيوي ديس كونان و تيوي ديس كونان قوي تيوي قوي صفة مثال ثاني كونان و كواي ديس كونان و كواي ديس هذا الظريف يعني أو جميل لاحظنا واي كواي صفة سوري و كسا ديس تلك مظلة نلاحظ نهاية الجملة ديس لو بخلي الجملة جملة غير رسمية بس اغير ديس الى دا سوري و كسا دا سوري و كسا دا لو بخليها بعد أقر رسمية سوري كسا دا سوري كسا دا كذلك سوري كسا سوري كسا طبعا الجملة غير رسمية هذه مع الأصدقاء والعائلة وهكذا كوري و هندس كوري و هندس أخليها غير رسمية بس أغير دس الى دا كوري و هندس كوري و هندس وشيل الأداوة تصير أغير كذلك رسمية كوري هندس كوري هندس وشيل دا أقل لها رسمية هتصير مثال آخر هو ياباني صغير رسمية اللي إلا لآن أخذناه دس رسمية ودا غير رسمية طيب لو بجيب الجملة الإسمية لكن بصيغة الماضي الماضي لدس دشتا والماضي لدا دتا طبعا دشتا رسمية ودتا غير رسمية نطبق عليها أمثلة هي طالبة لو بغاها ماضي ورسمي نغير دس إلى دشتا كانو جوا قاكسي دشتا كانو جوا قاكسي دشتا كانت طالبة طيب لو أبغى نفس الجملة لكن تكون بصيغة غير رسمية اللي كانت بصيغة الحاضر كانو جوا قاكسي دا كانو جوا قاكسي دا طيب أبغاها ماضي وغير رسمي نغير دا إلى دتا كانو جوا قاكسي دتا كانو جوا قاكسي دتا متال آخر أريوا واتشنو قاكسي دا أريوا واتشنو قاكسي دا تير كما درستي أبغاها بصيغة ماضي ورسمي حتصير أريوا واتشنو قاكسي دا أريوا واتشنو قاكسي دا طيب لو نفس الجملة كذلك نسويها بصيغة غير رسمية أريوا واتشنو قاكسي دا تير كمدرستي ماضي غير رسمي أريوا واتشنو قاكسي دا أريوا واتشنو قاكسي دا متال آخر كيو و اي تنكي دس كيو و اي تنكي دس الجو جميع اليوم هادي بصيغة رسمية أبغاها بصيغة رسمية في الماضي كان الجو جميل اليوم ولو أبغاها بصيغة غير رسمية الجو جميل اليوم ونخليها بصيغة ماضية وغير رسمية كيو وا إي تنكي داتا كان الجو جميل اليوم كاري وا نيهون جين دس هو ياباني نلاحظ أن هذه الجملة انتهت بدس يعني صيغة رسمية وصيغة الحاضر لو نبغا ننفيها كاري وا نيهون جين جاري مسان كاري وا نيهون جين جاري مسان هو ليس ياباني ممكن بدال جاري مسان نحب ديواري مسان كاري وا نيهون جين ديواري مسان كَرَيْوَا نِهُونْ جِنْ دِوَارِ مَسَيْن وممكن كذلك جَنَيْدَس كَرَيْوَا نِهُونْ جِنْ جَنَيْدَس كَرَيْوَا نِهُونْ جِنْ جَنَيْدَس وكذلك دِوَنَيْدَس كَرَيْوَا نِهُونْ جِنْ دِوَنَيْدَس كَرَيْوَا نِهُونْ جِنْ دِوَنَيْدَس نشوف جملة ثانية هي طالبة لو نبرن فيها اللاحظنو ديواري مسان الحفظتاني ها لكن هنا كأدا فننطق هو أو نفس الموضوع في ديوانايدس الحرف الثاني ها لكن ينطق هنا و لأنه أدا الجملة الاسمية في الحاضر أو المستقبل المثبتة نهايتها تكون ديس لكن لو أبغاها رسمية ومنفية ها حق بدار ديس جاري مسان أو ديواري مسان أو جانايدس أو ديوانايدس نطبق عليها نطبق عليها مثال أخير يامدسان و سنسي ديس يامدسان و سنسي ديس السيد أو السيدة يامدى معلم لو أبغم فيها يامدسان و سنسي جاري مسان يامدسان و سنسي جاري مسان أو يامدسان و سنسي ديواري مسان يامدسان و سنسي ديواري مسان أو يامدسان و سنسي جانايدس يامدسان و سنسي جانايدس يامدسان و سنسي ديوانايدس يامدسان و سنسي ديوانايدس بالأغلب في الحديث اليومي تستخدم جاري مسان و جانايدس أما بالنسبة للديواري مسان هذه بالأغلى في الكتابة طيب لو أخذنا جملة غير رسمية مثال أخي الأكبر طبيب تنتهي بدا لو بن فيها أحط بدال دا جاناي أو أو أخذ you مثال ثاني سورة و سو دا ترك كتب نن فيها سورة و سو جاناي أو طيب الجمعة الاسمية الغير رسمية ومثبتة تنتهي بدا لكن لو بخليها مثل ما هي غير رسمية لكن من فيها أحط بدال دا جاناي أو ديواناي لو تذكرون في نفي ديس أخذنا جاناي ديس ديواناي ديس كل العلانة لنا حدثنا منها ديس عشان نخليها غير رسمية جاناي ديواناي مثال أخير عليها كانو جوا وتشنو إموتو دا كانو جوا وتشنو إموتو دا هي أخت الصغرى كانو جوا وتشنو إموتو جاناي كانو جوا وتشنو إموتو جاناي هي ليست أخت الصغرى أو كانو جوا وتشنو إموتو ديواناي كانو جوا وتشنو إموتو ديواناي طيب لو أخذنا جملة في الماضي كان السيد أو السيدة هيا شيء كاتبا دارفنا تنتهي دشتا لو بن فيها أحط بدال دشتا جاري مسان دشتا أو هياس سان و سكا دواري مسان دشتا أو هياس سان و سكا دواري مسان دشتا أو هياس سان و سكا دواري مسان دشتا طيب لو أخذنا نفس الجملة لكن خليناها في الماضي الغير رسمي هياس سان و سكا دتا هياس سان و سكا دتا عرفنا أنها غير رسمية لنها تنتهي دتا لو بن فيها أغير من دتا إلى جانكتا هياس سان و سكا جانكتا هياس سوى سكا جانكتا أو بدال دتا أحط ديوانا كتا هاي الساوا سكا ديوانا كتا هاي الساوا سكا ديوانا كتا نشوف مثال ثاني كانت في نفس مجموعتنا عرفنا ان هذه الجملة بصيغة الماضي والرسمي من خلال ديشتا الموجودة في آخر الجملة لو أبغأ فيها أحط بدال ديشتا جاري مسين ديشتا كانجوة وتشتشتو ونجي قروب جاري مسين ديشتا أو كانجوة وتشتشتو ونجي قروب ديواري مسين ديشتا أو كانجوة وتشتشتو ونجي قروب جاناي ديشتا أو كانجوة وتشتشتو ونجي قروب ديواناي ديشتا لو أخذنا نفس الجملة وحولناها من الرسمية إلى الغير رسمية تصبح كانجوة وتشتشتو ونجي قروب دتا هذه بصيغة الماضي وغير رسمية لو بحولها إلى نفي كانجوة وتشتشتو ونجي قروب جانا كاتا أو كانجوة وتشتشتو ونجي قروب ديوانا كاتا الجملة الإسمية بصيغة الماضي تنتهي ديشتا إذا كانت رسمية لما أبغى أم فيها نحط بدال ديشتا جاري مسين ديشتا أو ديواري مسين ديشتا أو جاناي ديشتا أو ديواناي ديشتا نلاحظ أنها تنتهي كلها ديشتا لأنها في صيغة الماضي لو رجعنا إلى ديس صيغة الحاضر نشوف أنها أضفنا على جاري مسين وديواري مسين كلهم أضفنا لهم ديشتا بالنسبة للجاناي ديس وديواناي ديس بدال ديس قربناها إلى ديشتا لأنها أصلا ماضي ديس ديشتا نطبق عليها مثال أخير كاريوى تنساي ديشتا كاريوى تنساي ديشتا كان عبقري لو بم فيها كاريوى تنساي جاري مسين ديشتا كاريوى تنساي جاري مسين ديشتا أو علم ، قلي초 مما شخص علم ، قَلَى وَا تَنسَيْ زَنَيْ 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 زَgodَ الجمل الغير رسمية المثبتة بصيغة الماضي تنتهي بدتة لو أبغى أخليها منفية أحب بدال دتة جنكتة أو ديوانكتة لو لاحظنا إنها تنتهي نكتة لو رجعنا للصيغة الحاضر دا قلنا إنه نفيه جناي و ديواناي اللي هم ينتهون كلهم بناي ناي أصلا نفيها نكتة تكلمت عن هذا الشي فيديو الأفعال ثلاثة نطبق عليها مثال أخير نفيها نميكون عبقري كده خلصنا فيديو اليوم وني غاية أصدقام أستغني عن دامكم بشير و لايك و سبسكرايب متكراتي عريقاتو متانا